عندنا كمان نياحة أخرى الحقيقة كانت للقمس تيمي ساوس شرموغ القمس تيمي ساوس هو والد نيافة الأنبة أنتونيوس أسكف القدس والحقيقة كان دي بعض المشاهد لما أتى أبونا من كان يعني جاء من إيطاليا لحضور الجنازة وأيضا تلقي العزاء وكان في بعض المواقف التي كانت من داخل منزل قدس أبونا رقد في الرب بشخوخة صالحة مساء الثلاثاء الأب القمس تيمي ساوس شرموغ وكيل مترانية أبو تيج وصدفة والغنائم في أسوط وهو كاهن كنيسة مري مرقص الرسول بأبو تيج تنايح عن عمر يناهز 86 سنة أقيمت صلوات تجنيزه في السادسة من مساء اليوم الأربعاء بكنيسته بعد أن ألقى أبنائه نظرة الوداع عليه للآب الراحل سلاسة أبناء تقرسوا لخدمة الكنيسة وهم نيافة الأنبى أنتونيوس مطران القدس والراهب القس تدرس الأورشاليمي والقس سموئيل كاهن كنيسة القديسة العزراء مريم بأبو تيج يعني كل الأسرة الحقيقة في الكهنوت والخدمة وبنقدم واجب العزاء لهم جميعا ولكل الأسرة وربنا ينيح روحه زي ما قلت لحضراتكم أنه كان في بعض المشاهد اللي نقلت على الهواء مباشرة بالنسبة لجنازة الكموس تيميساوس وكان أيضا يعني برضو كما تعودتهم حضراتكم بالنسبة لمثل هذه الجنازات ما عاد طبعا زي ما أنتوا أخدين بالكم جنازة الأنبى إبفانيوس لم يتم فتح الصندوق ولا أنه طبعا يعني كما قيل أنه كانت العلامات بعد القتل كانت صعبة جدا لكن زي ما أنتوا شايفين بالنسبة للكموس تيميساوس كان مفتوح الصندوق لنظرة الوداع الأخيرة عزقنا لكل الأسرة وكل المحبي الكموس تيميساوس وأيضا أولاده السلاسة والأنبى أنتونيوس ومترانو القدس والرهب القصة تدروس العوشاليمي والقصة سمويل كاهن كنست العدرة ومريم بأبوتيك يعني طبعا بتبقى مؤثرة جدا مثل هذه الأمور وعندنا برضو يعني قبل ما ابتدي أستقبل المكالمات اللي معانا النهاردة جريمة في منتهى البشعة هذه الجريمة حدثت في ساملوت المينيا عايزين نصلي على فكرة من يعني من أجل بعدنا البعض ومن أنه الإيمان يعني الواحد ده أنا مش عارفة بصراحة يعني إيه اللي يخلي أب يعمل هذا العمل البشع تاجر خردة يشعل النار في مسكنه علشان يتخلص من زوجته وأبنائه الثلاثة بسبب خلافات زوجية يعني ليه توصل بنا الدنيا لهذا الوضع يعني بنصلي من أجل سلام كل بيوتنا بنصلي من أجل أنه ربنا يدي الحكمة للقائمين في الكنيسة في الكنيسة كلها بالنسبة المشاكل دي إن المشاكل تتطور عشان توصل إنه هذا الزوج يحرق مراته وبناته بنته مارينا ومدنة وميخايل عشان خلافات زوجية يعني بالبعض كتب إنه ده يعتبر فطور روحي لكن أنا شايفة برضو إنه موضوع الخلافات الزوجية يا جماعة بتأدي المشاكل كتير جدا وبتأدي الأمور صعبة وكون هتأدي مثل هذه الجريمة ده يخلينا ندق نقص الخطر أكتر وأكتر إنه من فضلكم المشاكل الزوجية والطلاقات والأمور اللي زي كده زادت بشكل رهيب في وسط مجتمعنا وشعبنا المسيحي وشعب المسيحي كله فأرجوكم أرجوكم لازم يكون فيه يعني قفزة في الموضوع ده لازم يكون فيه مش فكرة ما تعتمدوش بس على اللي هي الكلاسز أو الدروس اللي بتتاخد أو إنه شرط دلوقتي عشان إتمام خطوبة ولا جواز إنه بيكون الجواز يعني إنه بيكون فيه زي بعض الحصص أو بعض التدريبات اللي بتحضروها يعني اللي بيسموها التأهيل ونهم يعرفوهم ببعض الحاجات وحاجات برضو بتبقى نفسية عن طباع الرجل وطباع المرأة والكلام ده كله اللي هي المشهورة يعني بيسموها المشهورة بس هي بتبقى دلوقتي عملوها بإن هي لازم تتعمل قبل الجواز تمام؟ حلوة قوي إنها لازم بس إنت إيش عرفك بعد كده هتتطبق إزاي فبنبص نلاقي مشاكل كتير جدا أنا شايف أنه فيه يعني مش قصة برضو كل ما بتحصل مشاكل زي كده الناس بتجري على قب الكهن معلش تسامحوني مش كل الكهن عندهم الخبرة زي ما قلنا لازم بيكون فيه يعني متخصصين وزي ما اتعمل كده اللجان اللي هي اللجان الكليركية بإنه فيها طبيب وفيها حد نفسي ومحامي فإحنا برضو لازم يكون في الكنيسة مش عشان مش لازم مش إن إحنا دي اللجان الكليركية دي اللي بتبقى خلاص الملفات وصلت للطلاق طب إحنا في المشاكل نفسها مش ممكن تتعمل اللجان دي في كل كنيسة إيه صعوبتها وإحنا عندنا باسم الصليب يعني في كل كنيسة بنلاقي قامته وناس جميلة جدا معتقدش إن ما فيش كنيسة بتخلو من إنه بيكون فيه طبيب نفسي أو طبيبة نفسية وإنه يكون فيه محامي وإنه يكون فيه برضو حد متخصص بحيث إنه ما توصلش أنا حزينة جدا هو طبعا هرب هذا الشخص يعني غالبا اسمه ميلاد ميخايل عنده 45 سنة تاجر خردة من ساملوت محافظة المينيا اللي هي طبعا خلاص اشتهرت بكل شيء دلوقتي بما فيها حتى هذه الجريمة البشعة أشعل النيران في مسكانه من خلال أسطوانة الغاز وطبعا زوجته لوزة 35 سنة توفت وهي ربت منزل وأطفاله الثلاثة مرينا 15 سنة مدنة 13 سنة وميخايل 11 سنة وتم نقل الجسمين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد وتم تحرير محضر بالواقع وهو هربان والغاية قبل ما دخل كنت سألت هل في أي أخبار عن أنهم عثروا عليه ولا لأ الحقيقة ما لقناش أي حاجة حاجة تانية برضو أسرة ماهر جرجس الإبتي اللي هو كان مات في اسم شرطة بني سويف بيتعرضوا لتهديدات وده كان عن طريق الحقيقة الأستاذ شريف رسمي أنه لوجي بنت ماهر جرجس كانت الحقيقة بتقول أنه يعني عاوز حق بابا من ضباط دولة الظلم لأنه هو يعني خرج من كان رايح بفكركم يعني كان رايح يعمل محضر عن شخص بلطاجي بيتعدى عليه وعايز يصرف قتاوة على المحل بتاعه محل حلاقة وخرج جثة وكانت زوجته مستنيها برة وطبعا هناك يعني إشارات بتقول أنه يبدو أنه تم تعذيبه المهم أنه كان شريف بيقولها ربنا يرجع حقه حبيبتي وكانت أثارت موضوع لوجي كانت أثارت موضوع كده زي ما أنتوا شايفين ماما جالها تهديد وإحنا في رعب يعمه فأرجوكم يتم التدخل في هذا الأمر لأنه الحقيقة يعني أنه مش عارفة بصراحة ترسي على إيه الأمور دي